السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا مهنين وبخير وعلى خير وقبل ما نبدأوا نسمعوا المحتوى تها الفيديو تها اليوم نصلوا كامل على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مسيدكم بالخير البنات إن شاء الله تكونوا مهنين وبصحيحتكم لعشاق هذا الركن من قناة مطبخ وتدابير داداح اليوم جي تكون بحكاية الحكاية طبعا فيها عبرة ماشي نحكيوا باش نحكيوا برك ماذا بينا نحكيوا ندول في دم الحكاية هاد الحكاية يعني كانوا يربوا بيها زمان الأجيال وعلى باركم بلك الحكايات تخلي واحد البصمة تخلي واحد الأثر يعني ونقعدوا شافيين عليها سوختولة خدينا متعة وإحنا نسمعوا في هاد الحكاية قالوا قبل ما نكتر في الكلام نروحوا نسمعوا القصات اليوم قال لك يا سيدي كان يا ما كان في واحد الزمان كان واحد التاجر من التجار الكبار في بلاد معروفة في الشرق وفي الغرب كان خدام وخدام يعني مجهوده وكان كل نهار من سوق لسوق ومن مدينة لمدينة كان يتاجر في الدقلة وفي التمر دائما ماشي للجانوب يجيب الشي اللي كتب ربي وبالعقل بالعقل كبر ماله وولا تاجر معروف معروف حتى في الشام وفي ماصر وحتى في بلاد الهند وكان معروف يعني بالأعمال دياله والصالحة كان يعاون الناس ويحنع الزوالي وماشي باخيل هذا التاجر اسمه واسي محمد وهذا سي محمد كان عنده وليد واحد كبروا في الفشوشو القلوش وكان يعني متربي في الخير والخمير وتعلم من باباه يعني اصول التجارة اكو تعارفوا التجار يعني التجار اللي بغيه يعني تجارة تحوم تتوارث يعني من قبل جد المهم لكن اكو تعارفوا ما يدوم غير وتشرب بي جانهار والسي محمد توفى وخلى يعني الزوجة دياله وليده لكن يعني الحمد لله خلى مراخير كبير ما لا يعني هدك الوليد تزوج بوحد البنيتة وهدك البنيتة كانت وشو نقولكم الزين ديالها مرايا الزين والعين كما يقولوا وبدأ هدك التاجر يخدم في تجارة عباباه لكن وشو نقولكم داروا به الصحبة وش من صحبة كنت عارفوا الواحد كيكون يعني لابس به يدوروا به طماعين وبدأوا بشوية بشوية يتلفولوا في الراي وبدأ الرزق تعباباه يروح غير بشوية معا كانت مرتو قليلة الراي كيما يقولوا حنا يا بقراج وخطاء تبتقوا لقاخطاه هي تبدر منه هو الليل صاهر وفي النهار راقد وبشوية بشوية بدأ هدك المال يروح وهدك الرزق خسارة بدأ بشوية بشوية نبخوا في تاجتع صحابه وزهو وصهرات الليل ملكي ولا مزلط المرة دياله قتلوا أنا منعش تمارا والميزيرية قتلوا أنا راحال دار بابا اسكيفية راح تخلاته وضحى هدك الوليد ما كينواله منلي كان برزقه لخله باباه وبشيه عشا وش نقولكم عشات لي لا ما عندوش ولا في الديونات باك بشوية بشوية حتى نباع كلش والله يطلب ويمد في يده تعدب بزاف تعدب ورقد في الزنقة في البرد وجاع وملقى ماياكل وخلاص تبيه راح لوحد الراجل كان صاحب باباه زمان وقال له لا تعاونني أراني حاصل صاحب المرحوم مش فق عليه وقال له من اليوم توليد خدم معايا النهار راك في الحانوت تبيع تشري وتبيع وفي الليل تبات في الحانوت ونخلصك كون راجل برك وكون صالح وخدم على روحك هكذا كان الحال بدأ ولد التاجر يخدم وتحسن تحواله ووحد النهار قرر بش يروح للجانوب للصحراء بش يجيب الدقلة وتمر كيما كان يدير باباه راحوا الدمعة عشر من الرجال وقصدوا على ربي الصحراء كي وصلوا للصحراء لقاوجات عاصيفة كيما احنا وقولوا زوبة عرملية وتبحروا في وسط الصحراء لاماك لا لاما واكوا تعرفوا الصحراء والشمس اللي تحرق فيها عياوا راحوا مشاوا تحت وحد النخلة وقعدوا نادوا وقلهم شوفوا نتوا مسنوني هنا وانا نروح نمشي على ربي كيما نلقى بير ونلقى خيمة نطلب منهم يعاونونا اراح امشى في قلب الصحراء واكوا تعرفوا الصحراء وطولها وعرضها وصخانتها امشى حتى نعيا حتى والله يحبيع لركيبه ما لو هو يشوف شف من بعيد بير فرح احباح باحباح تلحق لعنده لقى قدامه واحد الراجل شايب كبير لحيته بيضة ولابسه بيضة وقف قدامها ذاك البير ولقى ثاني يقدامه ولد السلطان كان يصيد في الصحراء وتبحره الوتانة اما لهذاك الراجل قالهم نعطيكم الماء ونعطيكم مفتاح البير لكن هتان جاوبوني على سؤالي قالوا لو سيلبرك وعطينا الشابور انا راح نموت واعتقى الروح قالهم شوفوا قولوا لي وشنو هو خير الطعام وشنو هو خيار لصحاب وشنو هو خيار للباس وشنو هو خيار الزواج معنتها سقصاهم قالهم وشنو هي الماكلة المليحة كاملة وشكون هما الصحاب المليح وشنو هو الباس المليح وشنو هو يعني زواج المليح اهدروا بدل السلطان وقالوا خيار الطعام الحم والخضرة والفاكية وخيار الصحاب الصحاب اللهو والصعرات الليل واللعب وخيار اللباس والحرير والذهب وخيار زواج بنات السلاطين المزيانين اضحك هذا الراجل الكبير هذا الشيخ قالوا يا ولادي باين فيك ما شفتم الدنيا والو وما رحش نمدك تشرب موتك خير من حياتك در هدك الشيخ وقالوا انت يا ولادي وشن هو جوابك هنطق وليد التاجر قالوا يا حصراه خيار الطعام استغلوا معايا استغلوا وش قالوا وهنا العبرة قالوا خيار الطعام محضر وخيار اللباس مصطر وخيار الاصحاب وقت الشدة اسمه عمليحة وخيار الزواج قرد موالف ولا غزال شارد الله الله اما لهذاك الشيخ قالوا الله الله عليك وهذا هو كلام السواب اعطاه يشرب حتى نروى ورجعت فيها الروح قالوا بسح قولي يا ولادي وعليش جاوبتني هكذا قالوا يا هي بابا الشيخ لو كانت عارف قالوا انا يا ولد واحد التاجر كنت عايش في الخير والخمير ونبدر في دراهمي ما لا كيف لست وراح ودرهمي عرفت انه خيار الطعام محضر يلي نلقاه ناكله نحمد ربي على نعمته ومن قبل وقت كنت بدرهمي كنت نشري غير في اللباس الفاخر والغالي لكن بعد ما راح ودرهمي عرفت بلي انه ما كاش قد للباس اللي يستر بلا ما نبذر قالوا من قبل كانوا الاصحاب علييا يتجاراو وانا كنت كيمة السلطان بيناتهم لكن كي راح درهمي وراح مالي واحد فيهم مقعد معايا قالوا من قبل مرتي اديتها لازينها لكن في وقت الديق خلتني وراحت لدربة بها وعرفت انه الانسان ياخد قرد موالف خير له من غزال شارد وقت الشدة يمشي ويخليه ما ننتق له هذك الراجل الكبير وقال له الله الله عليك باين بلي الدنيا رباتك وعلماتك وقال له هذك الوليد قال له ما عليش انا نعطي المال لوليد السلطان مسكين حرام يموت بالعطش وعطاه شرب حتى نروى ورجعوا للمدينة ديالهم سالمين غانمين والحمد لله لكن ولد السلطان قال لولد هذك ولد التاجر المرحوم قال له انت عملت معايا الحاجة المليحة ويعني وخليتني يعني ما خليتنيش نموت ما لانا اليوم تمشي معايا للقصر ونعطيك اختي تتزوج بيها وما رحش تلقى خير منها وهكذا رجع يعني هذك الوليد ولد التاجر المرحوم يعني ولا شركة مع هذك الامير وعاش في القصر ويعني عاود ولا كما كان بخيره وخميره لكن هذ المرات ده درس من الدنيا وعرفت قيمة كل حاجة قولوا لي وش رايكم يا الحباب في هذ القصة وش رايكم يعني في العبرة اللي اداها هذ الوليد مام احنا في الدين دينا يقول لك التبدير حرام يعني في الدين دينا راهو التبدير بعدها ماملو كان يكون يعني الخير مدفق يفوبا نبذروا والتربية يعني تعمالينا زمان كانت سبحان الله تتوافق مع الدين يعني كانت أربونا غير على عيب هذي مشي لازمة وسخته وسخته يعني انا نشفى التربية كانت بالمعنى وكنا نفهمه وهذه الحكايات كانوا يؤثروا فينا وانا على بالي بلي هذ الحكايات تؤثر فيكم حكوها لوليداتكم وان شاء الله ساعة لساعة نحكو قصة من هذ النوع بش نحكوها لوليداتنا وان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون هذ القصص في ميزان حسناتنا ودائما كما مال فانقولكم كلي هذك لي غرص نقيلة كي تجيب له عريف واحد الخير والبركة والحمد لله رب العالمين هذي يا حبيبات قلبي بالنسبة للقصة تالي يوم ان شاء الله نالت الاجب ديلكم وانقولكم الى صهرة واحد اخرى دمتم حبيباتي في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته